كابتن حسين الشحات جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها ده نحن بنلعب باسمه مصر معولة عليك وعلى كل كابتن فريق كابتن مريد سريمان كابتن قفشا كابتن رامي ربيع محمد هاني ياسر إبراهيم معولة عليك وكتير قوي وأمال كبيرة قوي عندنا إصابات عندنا لعيبة في المنتخب طبعا بدل اسمه مصر الجيل موضايبة منتهي وانت قلته كده احنا عايفين انت قلته كده للعيبة ومشاركة تالتة ليك في كاسا العالم للعدي واحدة مع العين تانية السناء اللي فاتت مع النادي لأالي مستنادي عشان احنا ابطال القرة فرعين ان شاء الله قلنا الاجواب الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم والله طبعا يعني الحمد لله أولا يعني لانا تالت مشاركة لأيها ديت فانا مبسوط بها جدا والحمد لله يعني في المشاركتين اللي فاتوا كنت حققت مراكز حلوة جدا يعني المركز التاني مع النادي العي Mitarاتي والمركز الثالث مع نادي الأهلي فدي بالنسبة لي حاجة كويسة جدا وحاجة كبيرة جدا أي لعيب يتمنى اللي يتحقق فالحمد لله أنا كنت حققتهم فدي حاجة كويسة جدا وطبعاً أنت بتتكلم باسم مصر يعني طبعاً مبروك للشعب المصر كله مبروك لمتخب مصر والعيبة المتخب مصر الرجالة الأبطال اللي على قد المسؤولية على قد ما كل مباراة أو قد بيحصل إصابات فهم كلهم رجالة على قد المسؤولية فطبعاً مبرق لهم وبقول لهم إن شاء الله عبر البطولة ويتشرفونا دايماً إن شاء الله وطبعاً يعني من ناحية اللي إحنا حتى لو إحنا رايحين واللعيبة مش كاملة لأ أنا الأهلي بمان حضر دايماً دي معروفة ودي مقالة من زمان يعني دي حاجة جمهور الأهلي دايماً متعودة عليها الأهلي بمان حضر بس فإحنا إن شاء الله إحنا كل الموجود رجالة سواء الناس النشئين أو اللعبة كلها الموجودة الكبار داي كلها إحنا بنلعب بإسم الأهلي بنلعب بإسمهم بمصر فدي حاجة كبيرة فإن شاء الله كلنا إن شاء الله على قلب واحد وربنا يكرم إنه يقدر نعمل حاجة ونسعى الجمهور الأهلي إن شاء الله السنة معنا العيبة أشهين سعادوا أثبتوا نفسهم كنت أنتوا بتدعموهم دايماً أكيد لازم يبقى ليكوا دور معاهم السفارية ديات الناس الندي الأهلي مهما كان زي ما أنت قلت الأهلي بمان حضر وإحنا مسافرين كس عالم فأكيد يبقى ليكوا دور كبير معاهم بتتكلمهم معاهم بتقول لهم إيه إيه الكلام اللي ممكن يحسهم ويعرفهم قد يين الموضوع مش سهل طبعاً يعني إنت راح تلعب بطولة كبيرة يعني السبع فرق الموجودين سبع أبطال كلهم سبع أبطال فإحنا إنت بطولة كبيرة جداً فإحنا بنكلمهم دايماً بنكلمهم دايماً إن إنتوا لازم تبقوا رجالة ولازم تبقوا زي ما بتلعبوا المبارات اللي فاتت اللي بتاع الكاس الرابطة والناس اكتشافتكم والناس كانت بتتكلم عليكم كويس كلها وإحنا كنا بنشجعكم ولازم ما تلعبوا كاس العالم لو لكم نصيب إن شاء الله وتلعبوا لازم تبقوا هي هي ما تتخافوش من حاجة أنت بتلعب بإسم نادي الأهلي وبتلعب لابس وانت لابس شيرت الأهلي أي فريق يخاف منك بشدة لتخاف من حد فدايما بنقول لهم كده فدي طبعاً يعني حاجة كبيرة وإن شاء الله يكونوا أضافة يعني دي أهم حاجة لهم يكونوا أضافة لنا إن شاء الله من خلال كابتن إسلام الشاطر وبرنامج البيت الكبير أكيد كابتن يعني كابتن حسين الشاحات ليه تقوص قبل ما بيسافر وأنا عارفها طبعاً الحجة من رقم واحد ومحمد والولاد احكي لنا بقى إيه اللي حصل الليلة القابل السفر لأنا عارف إيه اللي بيحصل فيها أنا عايزة كنت تحكيها من خلال البيت الكبير وكابتن إسلام الشاطر طبعاً يعني تحيات الكابتن إسلام الشاطر ومشاهدين البيت الكبير كلهم والله يعني دايماً أنا قبل ما بسافر دايماً بحب أجتمع أنا ووالدتي وزوجتي وأخويا وأولادي وأخواتي بحب نجتمع كلنا عند الحجة وبنأكل بقى مع بعض ونبدأ قاعدين ونصهر اليوم كله طبعاً بينما قاعدين مبسطين بقى لأننا بقى نسافر تاني يوم فبنبقى مبسطين ودايماً بقولهم يدعووا لي عتي وحشوني وأفضل بقى أقول لي والدتي يدعيلي يوم الفترة الجاية أنا داخل بطولة كويسة فدعيلي وزوجتي نفس الكلام أقول لها أدعيلي وطبعاً يعني تقوم بالسلامة لأن طبعاً هي حامل فدايماً بقول لها دعيلي بقى الفترة دية يعني وأبولادي بقى بفضل أهزر مع أم أحمد وآسر هتوحشوني طب يدعووا لي لأ مش عارف إيه ومرت هتوحشيني ومحمد أخويا نفس الكلام هو أخواتي أو نفضل نهزر بقى ونلعب مع بعض شوية أي حاجة من اللي احنا بنعبلها نتفرج على التلفزيون نتفرج على فيلم فدي طبعاً يعني الأجواء دي طبعاً بيتخرج الواحد يعني عن أي ضغط فيه فبتخلي الواحد بأمريكس أكتر اللي هو يسعدهم يعني يعمل حاجة عشانهم كابتن حسين الشرحات كلمة أخيرة توجيها لجمهور الأهل العظيم جمهور الأهل اللي احنا في كل مرة بنعرف قد هي قيمته وهمت أنه هو في ظهر الفريق مهما كانت الظروف دايماً هم في ظهركم وخاصة أن الظروف المرة دي صعبة دايما قلنا إصابات فيه لعيبة عندها كورونا فيه لعيبة في المنتخب فأنت تقول لجمهور النادي الأهل يعني طبعاً جمهور الأهل بقولهم يعني شكراً لكم أنكم دايماً في ظهرنا ودايماً مع اللعيبة كلها سواء مصاب سواء لقد الله مش موافق كم مباراة سواء مي لس رجع من إصابة اللعيبة اللي هي ترجع بسرعة نهاية تستعد مستوى تستعد لقاتها سعيد حكات كتير يعني دايماً بقولهم شكراً ودايماً في ظهرنا وإن شاء الله نقدر نفرحكم دايماً زي ما فرحناكم في السنين اللي فاتت وإن شاء الله نقدر نعملوكم حاجة سنادي وتفرحوا إن شاء الله في كاس العالم معنا أكتر وأكتر إن شاء الله آخر حاجة دور الكابتن محمود الخطيب وطبعاً إحنا معنا أستاذ خالد مرتجي وكابتن حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيز دور الكبار معاك وي والله طبعاً يعني كلهم طبعاً يعني كابتن محمود الخطيب دايماً معنا ودايماً بيسندنا ودايماً يقول لنا أنا واثق فيكم وأنا واثق إنكم يعني من أحسن لعبة في كارة أفريكا فلازم تبقوا على قادرين لأنتوا وعملين ده كله فدايماً بتفرق معنا طبعاً كلام كابتن خطيب وكابتن حسام غالي برضو يعني لعب كبير ودايماً بيتكلم معنا وانت يلعوش من حاجة وربنا يكرمهم وكابتن ساعد على حفيز نفس الكلام وياه استاذ خلد المرتاجي فالناس دي كلها طبعاً يعني كلهم بيتكلموا معنا كويس مجلس الدارة كله وطريق أنديل الناس دي كلها طبعاً بتفرق معنا جداً فبنقولهم ربنا يكرمكم وطبعاً استاذ عمرق فاروق برضو عشان برضو المجلس الدارة كلهم يعني جميعاً فكلهم دايماً معنا ودايماً في طارقنا فبنقولهم ربنا يخليكم ليناه ودايماً كلامكم بيفرق معنا طبعاً يعني شكراً كابتن حسين وبالتوفيه إن شاء الله وإحنا عارفين إن شاء الله خلاص إحنا رحين هنوصل كمان لحظات من بكرة الجدة هيبدأ صحة أو ليه؟ طبعاً طبعاً إنت في أي وقت الأهلي بيبدأ حتى لأول تمرينة ليه بعد فترة كبيرة بيبدأ الجدة خلاص ما عندوش زار حبيب شكراً حبيب اللي خليكم